الوطن مثل الشمس ما يصح مننا اثنين هو الهوى الما ينوصف وهو الضوى الما ينكسف وهو الحجاية الدافية هو تباشير الفجر هو مسيط العافية وطن ما ينرسم على الخارطة ينرسم وسط القلوب الصافية هذا هو وطني وعنوان روحي وسكني حديث بغداد هو حديث الروح للروح حديث الفؤاد للوطن الأوطان مثل القلوب ما ممكن تعويض الوطن ولا تعويض القلوب والانتماء للعراق هو انتماء للأصالة والعروبة والشهامة والولاء للعراق هو شعور يعيش بالوجدان يتحول إلى قول وفعل وإحساس الوطن له أحاديث كثيرة كلها تتلخص في حديث بغداد هذا الحديث الذي سنتناول به اليوم تفاصيل مشروع الورقة البيضاء وتأثيراتها على حياة الفقراء في العراق اشتقنا لحديث بغداد واشتقنا إليكم مشاهدين الكرام ويصعب علينا فراقكم فازداد شوقنا إليكم وها هي عودة جديدة معكم ومنكم وإليكم فأهلا بكم في حديثكم لهذه الليلة حديث بغداد اشتركوا في القناة